موجة نزوح وهجرة كبيرة خلفها للأسف الاقتتال الدائر بين الأخوة من ما يقارب الأسبوعين بالسودان الاقتتال أدى إلى خسارة كبيرة في الأرواح والممتلكات ولا حل في الأفق سوى أن تستمر الهدنة الهشة المعلنة في البلاد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وضع فعلا مأساوي دفع عديدا من الناشطين على السوشيال ميديا لإطلاق حملة لازم تغيف أي يجب أن تقف باللهجة المحكية وذلك بالتزامن مع إطلاق هاشتاج لا للحرب وهاشتاج أوقف الحرب في السودان هذا الأمل بوضع حد لهذه الحرب دفع مطلقيه إلى توجيه نداء لنشر وإعادة نشر شعار هذه الحملة على وعسى أن تلقى أصداء إيجابية وبالتالي توقف البندقية ليحل مكان الحوار وبالتزامن مع هاشتاج أطلق مواطنون مصريون حملة إلكترونية تدعو لفتح أبواب بلدهم الجار الذي يربطه تاريخ مشترك مع السودان ما يتيح للسودانيين الدخول من دون تأشيرة أو فيزا وذلك في حملة لمساندة جيرانهم العزل وضمان سلامتهم بعد أنباتوا عاجزين وسط تصاعد العزل بعض المصادر قالت أنه فعلا قدر نازحين سودانيين من الدخول بلا تأشيرة مسبقة وعبر جواز سفر ساري المفعول لمصر دعوات على سوشل ميديا تعددت وأبرزة مثل ما ذكرنا حملة وقف الحرب يلي تفاعل مع كثر ونرصد لإلكم منها محمد ساعد يلي أكد ضرورة وقف الحرب وكتب على تويتر الحرب تدمر الأوطان ولا تبنيها أوقفوا هذه الحرب العبثية أما صاحب الهيد الحساب فشاف أنه اللي بيحرضوا على مواصلة الحرب مثل يلي بيحاربوا وكتبوا قال نافيخي كير الحرب لا فرق بينهم وبين من يرتكب الجرائم ويعتدي على المواطنين أما عماد السنهوري نشر صورة للدماري اللي خلفته الحرب وعلق عليها من أجمل هذا وأكثر نقول الحرب لازم تغيف أمراء الحرب اتقوا الله في شعبكم أما طبعا رح نحكي أكثر خلال حلقتنا الوقوف عن هذه الحادث وتفاصيل أوفة مع السحفية السودانية نسل القمر تبعا بحلقة اليوم من المشهد تاك انتصار فضاء جديد يسجل لدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر لمركز محمد بن راشد للقضاء تتوج بوصول المستكشف راشد عبر المركبة هاكتور آر إلى سطح القمر وذلك في أول مهمة إماراتية وعربية صعبة بلا شك حسب تاريخ مهمات الهبوط على سطح القمر ومن محطة الفضاء الدولي تمنى رائد الفضاء سلطان النيادي التوفيق لزملائه في مهمتهم نستمع إليه معا بتاريخ 25 أبريل عندنا حدث مميز وهو اليوم المقترح لوصول المستكشف راشد إلى سطح القمر وبذلك تكون إمارات من الدول القليلة التي ترسل المستكشف إلى سطح القمر المهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة فنسبة النجاح ما تتجاوز الـ 50% ولكن مثل ما تعودنا من المهام السابقة أنه ما في شيء مستحيل خلال المهمة هذه راح نجرب تقنيات جديدة في مكان جديد على سطح القمر تابعونا بتاريخ 25 أبريل وإن شاء الله راح تتكلل لهذا المهمة بالنجاح مهم صعب صحيح ولكن لا مستحيل في دولة الإمارات وقد استقطبت ردود فعل مهنئة على كيفة وسائل التواصل الاجتماعي تبارك وتدعو بالنجاح من مواطنين إماراتيين وعرب رأوا في ذلك وجها مشرقا جديدا لهم من خلال دولة الإمارات ومما رصدنا إليكم وفاء علقت على فيديو رائط الفضاء السلطان النيادي وقالت أنت الآن تكتب سطور عظيمة في تاريخنا العربي ربنا يحميك لأهلك وتبقى فخر لبليدك ولعروبتنا بأمان الله الحامي الكافي أبو أثمان علق على منشور لمركز محبة بن راشد للفضاء اللي بيتضمن ملخص للمشاكل اللي يمكن تواجه المهمة وقال إنجازات متتابعة لهذا المركز الفعال في هذا المجال المهم والحساس على الكورة الأرضية والمجموعة الشمسية بالتوفيق أما سامر فرحات أكد على فكرة أن الإمارات التعرف المستحيل وكتب المستحيل ليس إماراتيا كل أمنيات التوفيق بإذن الله مثل ما وعدناكم بداية الحلقة إلى سودان لنقف أكتر على تفاصيل أوفى عن حملة وقف الحرب معنا من القاهرة الصحفي سوداني نسرين القمر لنحكي أكتر عن هذه الحملة وبالبداية برأيك بتأثر هيك حملات على محاولات وقف الحرب في السودان أهلاً وتهلاً بك وبمشاهديك وأنا تمنى السلام ووقف الحرب في السودان أكيد الضغط الشعبي وخاصة في السودان له تأثير إذا نظرنا للمجتمع السوداني طبيعة المجتمع السوداني نجد أن حديث الشعوب وطبيعة الإدارات الأهلية وطبيعة تكوينات المجتمع السوداني المجتمعية نجدها الأكثر تأثيراً والأكثر ضغطاً على القرار السياسي أكثر من المجتمع الدولي وأكثر من الأطراف الإقليمية إذا المجتمع السوداني طبيعة يتم التعامل معها وهناك ما يعرف عندنا بالجودية وبيوت الصلح وغيرة والبيوتات الدينية والاجتماعية كلها لها تأثيرها الآن الشعب السوداني ممكن تتوقع أن هذه المرجعات التي تتحدث عنها اليوم ممكن أن تستجيب من أطراف النزاع لهذا النداء إلى تفاعل معه كثير من السودانيين السودانيين بطبيعة حالهم هم رافضين بالحرب كانت هذه الحرب يمكن تكون أطول حرب في إفريقيا مع الحديد جنوب السودان هي حرب أهلية دامت أكثر من ربما ربع قرن ولكن كانت دائماً الأسطورة الشعبية تتحدث عن السلام دائماً وكان المجتمع السوداني يبحث عن السلام حتى في أهازيجه وفي أغنياته الاجتماعية والثقافية وفي ثقافته دائماً كان باحثاً عن ثقافة السلام الآن الجنرالات الحرب ربما يصمان آذانهما عن أي حديث عن وقف الحرب أو حديث عن هدن إنسانية أو غيرها ولكن أفكر أنه دائماً كنت الشعب السوداني قادراً على أن يصنع المعجزات ويبحث عن الحياة وفي تقديري أن الحل لا بد أن يكون سوداني سوداني ولا بد أن يأتي من الشباب السوداني ومن المجتمع السوداني في داخله لذلك أعتقد أن هناك تأثير أكبر انتقلت مؤخراً إلى مصر صح؟ صحيح أنت تركت خلال اندلاع هذه الحرب خبريني كيف كانت الصورة من عندك لما انتقلت من السودان إلى مصر إذا تصفيلي هذه الرحلة كأمرأة إلى جانب منك صحافية كمواطنة سودانية أنا انتقلت قبل الحرب بخمس أيام قبل اندلاع الحرب بخمس أيام وفي أسوأ كوابثك لكن ما كنت تتخيل أن يكون هذا الواضح في الخرطون بالرغم من أن نذور الحرب كانت في كل مكان والعملية السياسية كانت منهارة تماماً والصراع كان يبدو واضحاً ولكن المواطنين العاديين وبالرغم من أن السودانية تعاطونا مع السياسة ولكن لم يكونوا يتوقعون أن يقدم الطرفان على حرب مدن ومعروف أن الخرطون كل الضغط السكاني السوداني موجود في الخرطوم وكل البنى التحتية موجودة في الخرطوم الأساسية يعني لحياة السودانيين وكل المرافق الهامة وكل المرافق الحيوية كلها موجودة في الخرطوم كل النزوح من ولايات السودان كانوا له حياة أفضل وحياة كريمة وحياة فيها رفاة كلهم كانوا يقدمون إلى الخرطوم ولكن لم يتوقع المواطن السوداني أن يقرر السيد عبد الفتاح البرهان والسيد محمد حمدان بقلو أن يغتتلوا داخل الخرطوم هذا ما لم يكن يتوقعه أحد أبداً ويعني رحلتي كانت قبل هذه الأحداث ولكن الآن أنا أتابع يعني أسرتي تمام أنت عم تتابع أسرتك بطريقها الآن بمعبر أرجين إلى الخرطوم مثل عدد كبير من الأسر الآن قارب لألف شخص الآن هم في المعبر في رحلة مأتاوية اليوم شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي حملة من شباب مصريين عم يدعو إلى فتح الحدود واستقبال السودانيين في ظل هذه الظروف الصعبية اللي عم بعشوها كيف شفت حفاوة المصريين باستقبال النازحين السودانيين في هذه الظروف والله سيدي طبعاً العلاقة بين السودان ومصر هي علاقة أزلية يعني في بعض الأحيان هذه هي العلاقة يعني تصعد وتهبط وكذا بفعل السياسة ولكن هذه العلاقة لا فكاك منها أبداً هذه العلاقة هي علاقة علاقة نيل واحد وعلاقة مياه واحدة تسقط طرفين كما هي علاقة مصير مشترك يعني مصالح السودانيين والمصريين مصالح واحدة على كافة المستويات يعني إذا كنا نتحدث عن مقومات الحياة الرئيسية مثل المياه ومثل نهر النيل الذي هو الرافد الأساسي لحياة كل ساكني النيل إذا كانوا في السودان أو في مصر فنجد أن هذا المصير مصير الشعبين مصير مشترك طبعاً والأنسانية هي التي تربح بالآخر وعلى طول نحن كشعوب عربية من سنة بعض بحد كثير كبير في الأزمات تتمنى السلام دائماً للسودان والشعب السوداني بشريك الصحفية السودانية من القاهرة وشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر